عدد الذين ماتوا بفايروس كورونا في شهرين لا يتجاوز الثلاثة آلاف إنسان نهيك عن الذين أصيبوا بهذا المرض في بلادنا نسأل الله أن يشفيهم جميعا وأن يرد عن بلادنا وعن ألطاننا وعن شعوبنا هذا الداء العظيم ولكن هناك ستة عشر ألف إنسان يموت من الجوع كل يوم نهيك عن الذين يموتون بفعل السرطان ويموتون بفعل التدخين هذه إحصائيات شهريا بالملايين ولكن رسالتي هي للإعلام هذا الإعلام الكادب الذي إذا أراد أن يضخم أمرا ضخمه وإذا أراد أن يصغر أمرا صغره ففايروس كورونا يصنع بالناس كما يصنع ربما أقل فايروس فهو لا يصيب إلا من يحملون الأمراض الثقيلة فإذا كان عنده من الأمراض المسبقة كضغط وسكر أو بعض الأمراض المزمنة فإنه يشتد عليه فايروس كورونا ونحن قرأنا الإحصائيات عن أعمار الذين ماتوا فهذا الإعلام اليوم أتى لنا ليضخم هذا الأمر وأنا لا أصغر منه هي حقيقة هو حقيقة وواقع ولكن أود من هذا الإعلام الكادب الذي إذا أراد أن يضخم أمرا وأنا أقول لكم اطمئنوا اطمئنوا ما هي إلا أيام كمثل كل فايروس سينتهي حفاظا عليكم وعلى أبنائكم اطمئنوا لا تنظر إلى الإعلام وهو يصور لكم أن هذا الداء لن يترك العالم وسيصابوا ويقتلوا خلال الأشهر المقبلة بالملايين دعوكم من الإعلام الكادب دعوكم من الإعلام الكادب هذا الإعلام الذي صور لنا هذا الفايروس بهذه الضخامة لم يصور لنا فايروس أخطر من فايروس كورونا وهو فايروس الظلم الذي حل ببلادنا فايروس الجبروت الذي حل بمن يحكمنا الإعلام اليوم مسكين وهو يصور لنا هذا الفايروس لكن أين هو لماذا لا يصور لنا فايروس الفقر فايروس الجوع فايروس الذين يموتون الآن على حدود اليونان لماذا لم يصور لنا عشرات المسلمين وهم يدبحون الآن بالسكاكين في الهند لماذا لم يصور لنا آلاف الموتى الذين قالت عنهم منظمة الصحة العالمية أن هناك ضفل يموت من الجوع كل ساعة في اليمن لا يصور لنا هذه المصائف لكن اليوم دخلوا علينا لمصالح اقتصادية سواء مع الصين أو مع الدول الكبرى أرادوا أن يصوروا لنا هذا بحرب اقتصادية هذا الفايروس فهؤلاء كدابون وهذا الإعلام إعلام دجال هذه الرسالة الأولى ضمن النقطة الأولى أما الرسالة الثانية والله أحزنني وأصابني الألم غداً بل والله نزل الدموع وأنا أرى صدر المسجد الحرام فارغاً من المصلين فارغاً من المعتمرين فارغاً من الذين يسجدون ويركعون وأقول إن كانت هناك رسالة فهي رسالة من الله لنا رسالة من الله لنا